بلا شك أن تقصير الثوب بدون خيالاء يختلف عن الخيالاء لأن النصوص التي وردت عن رسول الله من جرى ثوب خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة حملت عليها النصوص العامة من أسفل كعبين من زرفة في النار هذا رأي الجمهور كما نقله النووي رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين الذين قالوا الإسبال للخيالاء له وقوبة ولغير الخيالاء له وقوبة وهذه النار وهذا لا ينظر الله إليه كذا فصلوا لكن الجمهور ردوا الأحاديث إلى بعضها البعض لأن ابن مسعود مثلا كان مسبلا لثوبه لكن لم يسبلوا خيالاء كان يقول إني أحمش وكذلك ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن لم يقل ابن عباس إني أحمش والرسول خرج ذات يوم يزر ردائه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف بارك الله فيك شكرا للمشاهدة